وزلسل من بعض الطفال احداث الحلقة الاربعة وعشرين بتبدأ الحلقة بخالد وابوه واخوه الصغير قاعدين والنهاردة العرس بتاع خالد بيدخل حمد بالمنظر ده بيسأله ايه اللي حصل بيقول لخالد ان امك ضربتني من لايه بعد كده العروسة بتنزل والكل طبعا بيسقف لها والفستان بتاعها جميل واختها وراها حتى ماريم كمان بتبدأ انها تساعدها وبتعد وبتيجي فاطوم وموضي وبيسلموا عليها وبيرقصوا في العرس بتاعها والكل طبعا مبسوط وفرحان حتى ماريم هي كمان قاعدة ترقص ومستقنسين جدا ومبسوطين لكن انيسة مش هتسيبهم في حالهم انيسة دلوقتي بتيجي ودرويش وعايزة تدخل العرس بتاع ابنها لكن بيوقف فاسيف بتتخانق معه وبتقوله انها لازم تدخل وان ده عرس ابنها ولازم تحضره لما خالد بيسمع الخناء هو وفهدي بيخرجه وبيحاولوا ان هما يفضوا بين ابوهم وامهم وصوتها العالي وخايفين جدا انها تعمل لهم مشاكل اليوم ده بالذات لكن هي بتدخل وبتسلم على العروسة وبتنادي المصورة علشان قاطر تصورها مع العروسة وبتقولها بتسمي شوية وطبعا ماريم متضايقة منها جدا وتقولها ايه اللي دخلك هنا بتقولها لي من نفسك احسلك وفضلت تهدتها وتقولها احترمي نفسك انا هنا في عرس ابني ملاها بعد كده درويش واقف وعمال بيتكلم معهم ماريم بتغيز امها وعمالة بترقص قدامها من لايه بعد كده انيزة بتروح لمودي وفطوم بتقولهم ايه اللي جابكم ايه المنظر دي و ايه اللي بسين انتوا لابسينه العرس بيدش وطبعا الكل مستنيه وحمد عمال بيرقص مع السقر والكل فرحان ومسوط ودرويش كمان دخل يرقص معاهم لكن غازي كان في دنيا تانية بفكر يعمل ايه في كريم ولو مات ممكن حد يتهمه فيه عمال كده بيشوفه اذا كان عايش ولا ميت وعمال بيشوفه بتنفس ولا لا اما درويش واقف بيقول لي سيفي يلا رحت لي امراتي من جوه وبيستفزه جدا بالكلام وبيتخانق معاه لكن حمد بيقوله اديله على دماغه يا عمي وكان واقف طبعا ضد خاله من لايه بعد كده انيسة عمالة بتوكل شوكولاته لابنها وبتقول لنور امراته ملكيش دعوة انتي وبتيجي ماريم بتقولها كفاية كده يلا تفضلي جوزة مستنيك برا بتخرج انيسة علشان تروح لجوزها لكن في الاول بتقول لي موضي وفطوم تبقوا تعالوا زورونا احنا خلاص بقى ان الواحدين بعد دين ما مشيت على نورة يعني بتقول لي تبشير سايلان اطلعوا برا والطريقة تعد لبسنا دلوقتي انت عندك انفصام قررت لها ايوه بالنسبة لشيخة بتقول لنور حنا هنيجي ورايب علشان خاطر نخطوبك قالت يا ريت تعالوا عشان خاطر انا عايزة اتعامل مع انيسة اللي اسمها انيسة دي اما حمد فبيشوف فطوم وبيستغرب جدا ان هي اتغيرت وقيت حاجة تانية قالت له انا جاوزت مليونير بتخرج انيسة لدرويش وعمل طبع بتغيص في سيفه بتقول يلا يا حبيبي يا درويش وبتقول انت عملت فيك كده ليه انت لامير راميتني في السجن بس انا راجع عشان خاطر ارجعك انت فيه اما بالنسبة لخالد فامراته نورة بتقول له خد لنفنوف ووديه لشيخة علشان خاطر اتوديه عشان احنا استعجلنا وقجرناه اللي بعد كده سيف عمل بيفكر في انيسة وازاي حلوت كده وبقت جميلة جدا وبعد كده بتدخل بنته زينة وبتسأل مين اللي كانت في العرس دي رد وقال لها دي ام خالد قالت فعلا كانت ماشي تقول عرس والدي وعرس والدي وكمان كانت بتدي مريم على تنخة وانها فرحانة جدا اني لقت واحدة قوية وبتدي مريم على تنخة بتوصل فطوم ويه بتلاقي غازي نايم بالمنظر ده بتصحي بتقول له عملت ايه في الجثة دي رد وقال ما عرفش شكله نايم فضله يشوفو كده اذا كان عايش ولا ميت وموضي بتقول انا عايز انام وبتسيبها معي وتخشي تنام اما بالنسبة لشيخة بتتكلم مع حمد وبتقول له عملت فيك كده ليه رد وقال كانت بتدافع عن درويش حبيب القلب خليك اصلا مسدق انه تجوز بيجي الخالي وبتتكلم معاهم وحمد بيقول له ان ده بيتي وانا حطك هنا بس عشان خاطر شيف بتعمل لي اكل شيخة بتقول لدرويش خد مراتك وسكونوا برا بيقول لها لأ اما فحت فسيف داخل وبياخد رقم تليفون امه علشان خاطر عايزها في موضوع اما بالنسبة لانيسة فبتتكلم مع الراجل ده اللي كتوغده قبل كده الخالد لو تفتكره وكمان بيقول لها يتجيبي فلوس يفضحك عندي ابنك درويش بيدخل وبيقول لها بتكلمي مين وان العيال التحت كانوا اقع منني يحشوا فيك بس انا دفعت عنك قالت انا كمان بدافع عنك دايما بالنسبة للفطوم بتصحى مرة واحدة بتلاقي جوزها عمال بيخلق فيها بتتخضي جدا وبتجري على غاز الموضي بتصحيهم من النوم وبتقولهم الحقوني كان عايز يقتمي لكن هو طبعا كأنه مش شاكل اي حاجة وعمال يتكلم قولاه الراحة فيني يا حبيبته سايباني مارين بتتكلم مع ابوها بتقول بتفكر فيه قال لها بفكر في امك اتغيرت جدا قالت له والله انت هتفكر فيها دلوقتي كمان بعد ما اتجوزت لان هروح اضاري احسن وسبته مشيت اما بالنسبة للعجوز اللي مخلي فطوم توقف قدامه ومتروحش تنام غير لما هو يخلص الاكل وعمال بيزلي فيهم وغازي مش طيقه وبتقول لغازي ياريت موته باسرع وقت بالنسبة لدرويش جاي بصاحبه عشان خاطر يشوف كده مالك ويحكم عليه عشان هو بيرافيحكم على الناس اكتر اما حمد فبيدخل مرة واحدة على انيسة اللي كانت بيتفكر في الكلام سيف وبيقولها بتعمل ايه وعد كوني بتعمل السحر قالت له لأ انت عبيت ولا ايه قال له هذا المهزر يعني بفوقت جاو انت واقفة هنا ليه خلي عملك حاجة ولا ايه قالت له انت تعرف ايه على عمك قال له عميه انسان كويس وربع عياله واللي عرفه عنك انك انت سفرتي وسبتي عيالك وان هو ربع عياله احسن تربية وكان حنان جدا وطيب معاهو ده اللي عرفه اما بالنسبة للمريم اللي قاعدة عماله بتفكر وتقول ابويا شكله عايز اجيبها هنا تاني ولا ايه لا انا مش حاسكت على الكلام ده انا لازم انجوزه باسرع وقت بتخلص الحلقة على كده وده كان ملخص لحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل من بعد الطفل متنسون لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل رجيد اشوفكو على خير باي باي